مباراة الجمعة اللي جاية كتير من الناس تعتقد أو تظن أنها مباراة سهلة وأنا أتفق معك جزئياً أن مواجهة الأهلي والتحاد العاصمة الطبيعي والمنتظر والمفترض أنها تكون سهلة على النادي الأهلي بس الكلام ده لما يكون فيه دور مجموعات لما يكون فيه دور تمهيدي لما يكون حتى فيه الأدوار الإقصائية في أي من بطولات الأفريقية لكن مباراة في بداية موسم ومباراة بطولة من مواجهة واحدة دي قصة تانية خالص مباراة يوم الجمعة الجاية مخطئ من يظن أنها مباراة سهلة والتحاد العاصمة عنده كل الدوافع والطموح المشروع أن يأخذ البطولة على حساب النادي الأهلي فأظن الأهلي هيقابل 11 مقاتل في الملعب وخصوصاً معهم مدير فني كبير وهو عبدالحق بن شيخ هنتكلم مع حضراتكم على المطش ونقرأ شوية في أرقام تحاد العاصمة ونتكلم كمان على صفقة الأهلي اللي طال انتظارها أنتوني مودس المهاجم الفرنسي الدولي لعب لمنتخب فرنسا صحيح تحت 21 لكنه لعب معهم لمدة موسمين والأهم من مسيرته مع عدد كبير من العندال كبيرة في أوروبا وأعتقد أنك تجيب مهاجم في الدولي المصري من الدولي الألماني وتحديداً من فريق بحجم بروسيا دورتموند كان بينافس على لقب البونز ليجا لغاية آخر ثانية وآخر دقيقة في الموسم الأخير أعتقد دي نقلة نوعية أرحب الأول بضيف النجم الكبير الكابتن الكبير محمد حشيش اللي بيشرفني النهاردة فيه أستدسة بعد طول غياب وكأنه كان مصمم أنه ما يجيش إلا لما تحسم الصفقة ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي ونهائي يا كابتن محمد بساعة الخير وأهلا بك حبيب أبو حميد مبسوط أن معاك النهاردة طبعاً ويعني جايين في توقيت مليان أحداث الحياة صفقة بمجرد الإعلان أنا أعتقد أنه منصات السوشال ميديا عالمية النهاردة بقتت هتعمل حساب كبير قوي لأي صفقة بيعملها النادي الأهل الناس كلها طبعاً كابت قابلنا كأننا عارفين القصة ومش عارفين النادي الأهل رأصنا شخصياً وده سر نجاح النادي الأهل أنه يعني يفكر كويس قوي ولجنة الكرة طبعاً لغاية ما يصلوا لحاجة المناسبة في حدود الإمكانيات وفي حدود المتاح طبعاً لأن أنا برضو عايز أقول للناس أن الدورات القرابة مننا دلوقتي صعبت المسألة دي علينا شوية الإمكانيات كبيرة هناك وطبعاً كل اللعيبة المحترفة بتروح يعني على المبالغ الكبيرة إنما طبعاً يظل النادي الأهلي اسم كبير وأي حد يتمنى أن هو يبقى في صفوف النادي الأهلي باختيار طبعاً أنا شايفه عن موجة نظري نجاحات مارسل كولر كانت واحدة من نجاحات مارسل كولر مع الأهلي الموسم الأخير والتحديات اللي مقبل عليها النادي الأهلي أعتقد بالنسبة لأي لعب تمثل دوافع كبيرة جداً في أنه ياخد قرار أن يكون موجود مع الأهلي المحترفين اللي هم لهم أسماء زي مودست وبالعب في الدوري الألماني مهما كان المقابل هو برضو يهمه أنه هو يروح فريق اسمه كبير شعبية كبيرة بلعب بطولات إفريقيا بلعب في كاس عالم للأندية يعني نادي مصنف عالمياً زي النادي الأهلي فدي حاجة طبعاً بيفكروا فيها وأكيد برضو ده الدفع الكبير صحيح اللي خليها طبعاً يعني ياخد القرار ياخد القرار واعتقد أن وجود كولر برضو كان واحد من الأزل مليون في المية مليون في المية طبعاً لأنه يعني اسم معروف في ألمانيا ومعروف في أوروبا عموماً تجاربه مع أندية الألمانية ومع منتخب النمسا بيشجع أي لعيب محترف أنه جاي عارف أنه في أيدي أمينة زي ما بيقوله مع مدرب كبير حيرتقي به وارتقي طبعاً بالفريق ككل فدي طبعاً خطوة الحمد لله يعني شفت إزاي استقبل الخبر يعني أو حتى من بعد يعني مش بس متعلق بأعلان النادي رسمياً عن الصفقة لكن من قبل كده ومن أول ما بقى فيه كلام أنه الأهلي بيتفاوض أو فيه مفاوضات مع أنتوني مودست شفت إزاي ردود الأفعال شفت إزاي الناس اللي حللت الصفقة أو شافت الصفقة بص هي بترجع للتحليل برجع للانتماءات يعني فيه أنا أكيد ناس فيه ناس مغردة عايزة تفتس أي حاجة في الدنيا يقول لك أصل سنة مش السن الراجل ده بيلعب من أكبر الدوريات في العالم والدور الألماني بالتحديد بيعتمد على القوة والسرعة والنحية البدنية وفيه احتكاكات جمدة وفيه قوة جمدة جداً جداً يعني فكون الراجل ده بيلعب بروسيا كمان فرقة من الفرقة اللي بتنافس في الدور الألماني ولها تاريخ كبير أكيد على مستوى والناس طبعاً لما دخلت وشافت الفيديوهات بتاعته عنده خبرات كبيرة جداً لو استعرضنا طبعاً الأحصائيات بتاعته وعمل كم ماتشاط كبير جداً أعتقد يمكن فوق ربعمائة مباراة أهداف كثيرة جداً جداً عنده أكتر من مهارة يعني أولاً هو جسمه ما شاء الله كويس قوي وحوالي متر تمانية وتمينين سنتي كبير يليه بمهاجم طبعاً محترم بيجيد ضربات الرأس عنده كمان انطلاقات وسرعات البرجة اللي الواسع عنده كمان أهم حاجة ودي اللي كان محتاجها النادي الأهلي هو استخدال الفرص فيه الصندوق الحقيقة أكتر من هدف جاله اللي هم متخصصين في الكرة في همين كرة ده المهاجم الهداف اللي من الطراز العالي شوفناه في أكتر من حاجة مستنش الكرة بقى يوقف هو عنده القرار عنده القرار من أكتر من زاوية نظرك كابتن حشيش تعود قصة السن يعني دايماً بيتقال إنه في بعض المراكز في الملعب اللي ممكن ما تحتاجش فيها الفتنس المية في المية صحيح لكن تحتاج فيها الخبرة المية في المية المركز ده منهم وإزاي شايف إنه ده ممكن يوظفهم الخبرة مهمة جداً جداً في المركز ده واحد يكون عنده إحساس المكان يعني نص الملعب أنت عندك مساحة كبيرة بتجري فيها بالعرض وتسلم من الديفنس وبتكمل إنما رأس الحربة بيبقى دايماً محتاج خبرات وإحساس بالمكان إزاي كرة جيله واخد قراره على الثلاث خشبات ممكن أنت في نص الملعب اللعيب ممكن يا أحمد يبصي بص أصارها شوية يدهله مش مزبوطة أو إنما بالتحديد التارجت أو الهدف محتاج دقة تصويب والتخاذ قرار في وقت وعيد لأنك في رأس الحربة بالتحديد لو استنى ثانية أو أقل من ثانية على كرة ممكن يطلع برا وتحركوا جوه المنطقة وتعاملوا مع المدافعين اللي جوه المنطقة مرتبط بشكل كبير جداً يعني كان حتى في الوقت اللي الكرة مش جاية له أو كرة بعيداً وتحركوا ده محتاج خبرات كبيرة جداً هي دي الخبرة زي يسرق المدافع إزاي ياخد المكان الصح أو يتوقع الكرة هتجيله فين في المكان الصح دي كلها خبرات ومن الخبرات الكبيرة بتاعته بيبقى عارف الكرة لما مثلا الطرف اليمين يوصل لغاية الخطة هلعبها إزاي هلعبها ريبة هلعبها البعيدة هيرجعها الوراء لو واحد متأخر شوية وعايز يعمل لونج باس يبقى فين أنا بيتهايق لي يعني الكومبو بقى مش هكلم بس على صفقة أنتوني مودست كولر وهو قاعد بعد نهاية الموسم ماسك الوراء والقلم كده لما فكر في الصفقات اللي ممكن تضيف له هو دايماً كان التعليقات بتاعته في المطسطات حتى اللي بيكسبها النادي الأهلي أو الحتة اللي ما كانتش بالنسبة له مقنعة بالنسبة مية في المية هي الحتة الهجومية صحيح فكان دايماً دا ما صار تعليقات منه في مؤتمرات الصحفية بتهيالي التركيبة بتاعت السلسي اللي عمله العمله للأهلي في مركاته ده ريدا سليم مع أنتوني مودست ومراهم إمام عشور بيقفلوا جزء كبير جداً من الجاب اللي كان بيتكلم عليها هو يكادي وطبعاً لازم أحط معهم معلول لأن كورسطات معلول طبعاً واحد من أهم صناعي الأهداف خدوا بالكم معلول واحد من أهم صناعي الأهداف للأهلي مش في الجيل ده على مدار تاريخه كله هكمل لك على دي بقى كلامك طبعاً مزبوط مية في المية يمكن أكثر واحد سعيد بالصفقة دي هو علي معلول لأن علي معلول من الناس اللي بتجيد طبعاً الكورسطات سواء من تحت أو بيوصل للخط بلعبها على القريبة على البعيدة فهو كان محتاج راس حربة يترجم الكورسط يعني دي هتدي أفضلها العالم معلول صحيح أنا معمل له مثلاً خمستاشر كورس مثلاً في الماتش فمحتاج أن الكورسطات دي تترجم لأنني هتحسب له أسس ورده برضو ورده كورسط يعني واحدة من أهم وذات رده فكرة العرضيات بتاعته بيجيد اللعبة باليمين والشمال مهاري عنده الوان تو وان حتة برضو يعني بتميزه جداً فبالتالي باليمين والشمال هيشتغل على مودست ومن وراء يكمل إمام وديانج ومروان والسولية يعني قدرات الأهلي هجومية النهاردة ده أنا عايز أقول لك أنه ممكن قوي النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي أو المشاهدين لنادي الأهلي يشوفوا طريقة لعب جديدة شوية خلال فترة اللي جاية لأن الراجل حيبني طريقة لعبه على وجود بوزت في المباراة يمكن ما كانش عنده زي ما بنقول رأس الحربة لأن كهرباء محمد شريف بيوجود اللعب في المساحات إنه ممكن حتة الكورسات دي ما كانش برضو فيها إتقان أو الحاجات اللي بتقع في الثمانتاشر والكلام ده فبالتالي كان بيتلعب لهم لونج بوس في المساحات وكده أو كانوا بينزلوا تحت ويفضوا مساحات اللي جايين من تحت سواء اللي هم رقم 8 اللي جاي من تحت أو لحد من الأطراف داخل العمق وكده طب خلينا نأجل طريقة اللعبة دي لأننا عندي كذا سؤال وهل من متوقع إنه نشوف طريقة اللعبة دي أو نشوف الصفقات دي في ماتش اتحاد العصامة اللي جاي ولا لأ ممكن تبقى مخاطرة أو مجاسفة بيهم يعني خلينا نتكلم في ده بس عالي نشوف أرقام أنتولي مودس كده تمام مشواره وكاريره طويل جدا والناجح جدا مع سواء يعني مع أندية كتيرة في أوروبا أو حتى في بدايته مع دي لحظات طيب طبعا دي المشاركات الدولية هو لعب مع منتخبات النشئين في فرنسا واضحة كده كابتن حشيش تمام تحت 17 3 مطشات سجل هدف تحت 18 مطشين ما سجلش تحت 19 سنة 3 مطشات سجل هدف ومشاركته الأبرز كانت في منتخب فرنسا تحت 21 16 مشاركة سجل فيهم 6 أهداف طبعا أرقام كويسة أي لعيب طبعا بيوصل للمنتخب لعيب دولي من هو صغير فدي بتدي له خبرات كبيرة اللعبة طبعا الدولي دي أكسبته أكيد خبرات لأن لعب مع مدارس مختلفة اللعبة ما بيلعب مع مدارس مختلفة طبعا بتدي له نوع من الخبرة والسقل صحيح فدي طبعا حاجة كويسة شاف أنه أرقامه كويسة جدا طبعا نروح لتاريخ الأندية اللي لعب لها أنتوني مودست طبعا ده احنا نتكلم على حجم الترانسفر أو قيمة السوقية لأنتوني مودست بلغت تقريبا حوالي خمسين مليون يورو لعب فعندية كتير في فرنسا نيس أنجي بوردو بوردو طبعا من الأندية الكبيرة وبعد كده انتقال لإنجلترا في بلاك بيرن روفرز وبعد كده عودة لفرنسا مرة تانية بوردو ثم باستيا ثم بوردو ثم الدولي الألماني لعب بداية طبعا مع هوفنهايم ثم كولن وكولن أو كولن هي اللي شهدت قمة ماجدو يعني أنتوني مودست بالنسبة ل جماهير كولن يعني رمز كبير أو أسطورة من أساطير النادي بعد كده راح أعتقد دي تجربة الصين نادي صين اللي حد في الصين شوية وبعد كده رجع لكولن مرة تانية والصين ثم فترة بدون نادي كولن مرة تالتة ثم سانت تيام في فرنسا ثم كولن ثم أخيرا بروسيا دورتموند ومن بروسيا دورتموند الانتقال لنادي الأهلي المصر هندقى كتير قوي وخبرات كتير دوريات كمان مختلفة دوريات مختلفة كل دوري منهم ليه طبيع عن دوري فرنسي عن الدوري الألماني عن الدوري الإنجليزي كل واحد منهم ليه طرق لعبة مختلفة جدا نوعية لعبة مختلفة في بعض الفرق طبعا بتعتمد على المهارة وفي فرق بتعتمد على القوة والسرعة زي بقولك أنه هو آخر حاجة طبعا الغاتي يمكن من شهرين ثلاثة بروسيا الدوري الألماني دوري خوي جدا ودوري بيعتمد في المقام الأول على اليقى البدنية العالية والاحتكاك وما فيش ظهر يعني بدون نقاش كده كابتر حاشيش أي لاعب يخش في قائمة بروسيا دورتموند طبعا بتكلم على لاعب كواليتي يعني وينك ما بيهزروش اختيار اختيار زاد بروسيا دورتموند يعني يمكن أكتر كمان من باير ميونيخ باير ميونيخ صحيح فريق قوي جدا لكن ممكن يكون بيعتمد على عدد من الأسماء النجوم لكن بروسيا دورتموند مدرسة تانية ومدرسة مختلفة ومنجم دهب بالنسبة لكل أن ديت أوروبا كل سنة بيطلعوا أربع خمس صفقات بيبقوا من أهم النجوم في الكرة الأوروبية طيب نشوف كمان سريعا نتابع أرقام دي طبعا الدوريات أو أرقامه في الدوريات اللي لعب فيها طيب ناخد الأهم أهم اتنين أو أهم تجربتين يعني عندنا في البونزليجا نلعب 209 مباراة سجل 85 هدف صنعت هدف و17 أسيست وخد فيهم 22 كرت أصفر وكرت واحد أحب في الليج آن أو الدوري الفرنسي لعب 136 مباراة سجل فيهم 31 هدف وصنع 8 أهداف وحصل على 9 كروت صفرة وكرت واحد أحب دي أهم يمكن الألقاب فيه أو أهم الأرقام اللي حققها آنطولي مودس أنا بالنسبة لي كمان أحمد يعني تعليق على دين أعطاء يمكن في نفس القصة مشواره التهديف الأروع كان مع أفسي كولن في كولن أو شارك في 157 مباراة سجل 79 هدف وعمل 10 أسيست في هوفنهايم لعب 62 مباراة بـ 23 هدف بـ 7 أسيست في بوردوء الفرنسي 57 مباراة 15 هدف و6 أسيست يبقى سيبك من بقية فيه أونجي وفي باست طبعا كان على مستوى التسجيل والصناعة مؤثر جدا جدا يعني لكن أنا أهمني أنه في الدولة الألمانية سواء مع كولن أو هوفنهايم مسجل تقريبا أكتر من 100 هدف أنك أنت تكون مهاجم بتلعف الدوري الألماني واحد من أقض دوريات ده المحاك الرئيسي بالنسبة له خط 100 سجل 100 هدف نادي الماء زي ما بنسميه عندنا هنا أنت مش هتفرح إما بيروح مثلا دوري مثلا من الدوريات العادية وتلاقي أهداف كتيرة ما ده طبيعي إنما لما تيجي تقيم على دوري الدوري الألماني مع فرقة زي دي ويجيب الأهداف دي الأستات دي طبعا حاجة بالنسبة له كويسة جدا وبعدين زي بقولك كم المباراة عندي أنا عندي المحاك بالنسبة لي كمان عدد المباراة تلاقي معظم اللعيبة اللي هي الأفزاز في العالم تشوف يعني كم المتشاط اللي لعبوها أرقام كبيرة جدا جدا لأنها بتدي خبرات وبتدي يعني طبيعة مختلفة اللعيب طيب أكمل معك أرقام أنتوني مودست وفرص مشاركته أو ظهوره في مباراة يوم الجمعة لكن طبعا كلامنا متواصل مع كابتن حشيش لكن بعد الفاصل طيب من مميزات مركاته الأهلي السنة دي أنه اعتمد على لعيبة جواكر يعني ريدا سليم أو إمام عشور الصفقتين اللي حوسموا مبكرا تقدر تعتمد عليهم أو يقدر يعتمد عليهم مستر محس الكولر مش أنت طبعا الكولر هو اللي هيوظفهم في أكتر من مركز في لعيبة تقدر تلعب بيها في مراكز كثيرة جدا في الملعب وتوظفها بشكل مختلف في كل مباراة أنتوني مودست يعتبر لعب جوكر ولا مهاجم نمطي أو تقليدي بمعنى أنه الدور الوحيد اللي ممكن يقوم به جوه الملعب هو رقم 9 الصريح أو مهاجم السندوق الصريح تعالوا نشوف مع كابتن حشيش ومعاكم المراكز اللي لعب فيها أنتوني مودست وأكتر المراكز اللي كان فيها فعلي واحد سنتر فروت راس حربة سريع 363 مباراة أحرص فيهم 147 هدف وكان ليه 42 أسست مهاجم تاني لعب ثلاث مباريات لم يسجل ولم يصنع جناح يمين لعب فيهم مبارتين لم يسجل ولم يصنع جناح شمال لعب أيضا مبارتين لم يسجل ولم يصنع وده يمكن يكون إجابة على السؤال أنه ملوش غير مركز رس الحربة في الصندوق وهو ده واضح أنه هو بيجيده اللعبة في الحتة دي بالتحديد عشان هو مصفاته كده وزي أقول لك هو بيعتمد بشكل كبير جدا على وجوده في الثمنتاشر واستغلال الفرص اللي بيجيله سواء طبعا بالتهديف بالرجل أو بالرأس وهو ده ويمكن ده اللي عجبني في الاختيارات من النادي الأهلي السنة دي أنه اختار الأماكن اللي هو محتاجها فعلا يعني إحنا بقلنا فترة كبيرة بنقول عايزين راس حربة صندوق لأن احنا كولر كان بيوظف طريقة اللعب على حسب نوعات اللعبة اللي كانوا مجدينة شكرا أنت كنت بتقول في الأول أنه والد جدا للسنة دي نشوف طريقة لعبة مختلفة لأنه زي ما بيقولوا إيه أنت المدرب الكويس اللي بيلعب بإمكانيات لعبته مصبوط ما جيش أنا أعمل تكتيت معين أفضل وماشى عندي أعرف أستخدمها أو أفصلها إزاي وأطبق ده كذلك يعني المدرب اللي هو بيرتقي بمستوى اللعيب الفردي وبيوظفه مش في المكان بس في طريقة اللعب اللي تنسبه يعني احنا شوفنا تطور لحمد فتحي المكان حتة ديفندر بس المكان بيكمل بيكمل إزاي الشحات برضو كان في فترة من فترات بلعب طرف يمين سابت فجينا أنه توظف برضو ناحية الشمال في بعض المباريات وبيدخل عمق كتير ممكن بيعمل الدبل باس فعاليته زادت جد فصناعه هو ده المدرب إن أنا عندي قماشة وما اللي أنا بعمل في التدريب أنا معايا رجل بتاع أحماله وبتاع إقماعة ومسلسات واتمرن كده وأعمل كده وأنت فاهم إزاي ما كل مدربين كده إنما المدير يعني اللي يقرأ في مدربين كتير في الملعب أحمد ما بينزلوش الملعب في التدريب وبسيب بتاع الأحمال وبتاع ببقى عايز النهار دا يعمل حمل كده وهو بينزل بس كلمتين إنما المدرب أو الكوتش الصح بقى اللي يوظف الناس دي ويعمل لهم طريقة لعبة تناسب الإمكانات بتاعتهم ومش تناسب كمان إمكانيات فرد منظومة منظومة كاملة ممكن طريقة جاريا كنت في أماكن معينة تخدم أنا وضع أنا وطريقتي في اللعب أنا مثلا بحتاج أن أخش على جوه عشان أقدر مثلا أصوب أو أعمل دابل باس مش حلاء الراجل بتاع السندو وقف قدامي أقدر بتحركاته اللي على الأطراش شواء أوسع إزاي أنزل في بعض الأوقات أوضطر في منه شمال عشان أخذ معايا حد من المساكين أوسع حتى في الثمنتاشر أن واحد جاي من مثلا من الأطراف أو من تحت فهو كولر عامل كده بالتغييراته السنادي أو بالانتدابات السنادي اللي عملها أنا أعتقد أن هتشوف ستايل جديد من طريقة اللعب تناسب فريق النادي الأهلي وأفراده وإمكانياته مع الانتدابات الجديدة راضي عن مركاته جدا جدا هي ثلاث لعيبة على أعلى مستوى وإن شاء الله يعني حيبان طبعا للناس كلها إن شاء الله لأن مهما بنتكلم غير طبعا للواقع صحيح شايف إزاي ملف المحترفين أجنب في الأهلي نهاردة نهاردة عندي مودست عندي ريدا سليم عندي بيرسيتاو وديانج ومعلوم وتحت السن في كريستو طبعا لعيبة في أماكن مختلفة بصراحة شايف إنهم كل الناس دي على مستوى عالي يعني هكونا نقول على بيرسيتاو أول ما جيه كان يعني صادف حظ مشتمام في موضوع الإصابات إنما شفنا الموسم اللي فات سواء إفريقيا أو محليا كان على أعلى مستوى ورجع منتخب جنوب أفراد ورجع منتخب ديانج برضو لأهلي تخصص رجوع منتخبات تيجي لأهلي ترجع منتخب على طول ديانج الحقيقة تطور السنة اللي فاتت كنا مشوف ديانج دي وقف قدام المساكين يدوبك بيقطع الكورة ويبصل لجنبه شفنا دلوقتي يمكن كله أضاف له حتة مهمة جدا إن هو إزاي يقطع الكورة ويستغل المساحات الفاضية ويروح فيها ودي تبقى بتبقى صعبة على الفرق التانية اللي أنت مش متوقع إن الديفندر بيرقص ويروح في الحتة الفاضية بيبقى جايز زيادة عددية عليك ما بتعرفش طبعا علي معلول ده ما حدش تكلام عليه لأنه ابن النادي الأهلي وقاعد بقاله فترة كبيرة وراجل متقلق حبيبنا علي وهو كمان من أهم حاجة في علي بصراحة يمكن من أحسن محترفين اللجوم مصر والنادي الأهلي صحيح إن الأهم إن هو مستوى السابت خلال السنين دي كلها مش هنقدر نقول علي أصل السنة اللي فاتت كان كذا أو اللي قبلها كان كذا أو لا هو الحياة بلعب مستوى السابت ده جزء مهم جدا يعني في أوقات كتير جدا بتبقى الإمكانيات عظيمة المهارات كويسة جدا لكن عدم السابت في المستوى بيخلي المشوار بدري بدري وكم من لعيبة ما كانش حدي يختلف على موهبتهم طبعا بس هم للأسف فراتوا فيها هي بتعتمد على اللعيب عايز يعمل إيه وعايز يشبه نفسه ومش جيدة أنا خلاص ماضيت مع نادي وخلاص وخلط بلك الأهلي السندي فرانكوفون يعني زي ما بيقول عندنا علي معلول وعندنا من مصر طاهر وعندنا كريستو وأعتقد ريدا سليم ومودست الخامسة بيكلمه فرنساوي فده شوية هيسهل لهم لبعض يعني آه سهل التعامل كده شوية يعني الخامسة جوال ملعب لو موجودين مع بعض مش عارف ديانج مالي إيه مالي بتهالي إنجليزي مش عارف بصراحة مالي فرنساوي برضو مالي فرنساوي برضو طب يعني بلدهم مقسومة كذا حاجة وعندنا يا سين ميكاري برضو فرنساوي فرنساوي آه لا نادي فرنكوفون فرنكوفون يعني ملعب في الدوري فرنساوي بقى طب خليني أخذك بقى لقصة مباراة الجمعة كابتن حشيش هل بتشوف طبعا جمهور النادي الأهلي عليه عايز تشوف كل صفقة جديدة يعني طبعا مش تقليلا من أسماء كل الأهلي اللي عايزة الأهلي ينجوم لكن الجديد دايما عايز تشوفه خصوصا أنه الظهور في المباراة مش عادية دي مباراة بطولة ومباراة سوبر أفريقي وبتتلاع في السعودية وبالتأكيد أشققنا في السعودية يبقوا عينيهم قد كده على الأهلي عشان لا نحن في كاس العالم فهل شايف أنه ممكن يبقى فيهم صحة للمشاركة ولا ممكن تبقى مخاطرة على كولر وعليهم بص أنا عايز أقول لك إحنا طبعا لازم الناس كلها يعني وأعتقد الندى موجود أنها تتصق في كولر طبعا من خلال اللي شافوه منه خلال الفترة اللي فاتت الحقيقة من أداء ونتائج وبطولات فهو لازم يعرفه أنه هو الرجل هيعمل الصح اللي شايفه كبداية ممكن يستغل بعض اللعيبة منهم أنهما يبقوا دكة لأنه مهمة أوه برضو في المباراة دي أنت ممكن الدكة هي اللي تحسنها يعني ممكن المباراة اللي زي دي لأنه برضو فيه صعوبة على فكرة لي في المباراة دي أن دي مباراة واحدة ببطولة تسعين ديئة ببطولة بصبت كلمت في سناريو المتش طبعا مش محتاجة مجازفة كابتن كبير طبعا مصطفى عبدو كابتن محسن صالح قبلو كابتن سامي أمصان الجهاز الفني لنادي الأهلي بالكامل وعمل غرفة توفيق إن شاء الله بإذن الله كابتن خالد بيبو نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله طبعا مباراة صعبة لأنه أكيد طبعا أكيد يمكن إحنا استعرضنا بعض التصريحات للمديل الفني لتحاد عصيمة كابتن عبدالحق بن شيخ قبل كده هو بيكلم على المباراة هو واضح تماما تماما هو عارف قيمة الأهلي وعارف إن الأهلي فرص أكبر لكن بالتأكيد هو بيكلم لعابته خدفهم الفوز والتتتويق حتى لو كنت بتقابل الأهلي لمصر ويحاول يخلق من الدوافع فكرة إن كنت تتاج بسوبر أفريقي على حساب الأهلي دي في حد ذاتها حاجة مختلفة تمام عايزين نقول إن هو طبعا فريق ويس وعنده بطولات خد بطولات قبل كده ولو اسمه ولو شعبيته بس مش في الأندات كبيرة كابتن آه بدليل إن هو اشترك المولودية ووفاق الصيف وشوية القبائل وعتقد بلوزداد ممكن يبقوا في الترتيب أعلى كحجم بطولات وتاريخ وهو السنة الفاتت من فنش دورة 12 وده يعني كانت طبعا قريبا نشترك طبعا أيها هو طبعا المشكلة إن الطموح واحد والطموح زاد وزاد أما فنش بطولة كونفيدرالية بطل على حساب أندية وزي ما انت قلت كمان بلعب النادي الأهلي لقدر الله لما ياخد بطولة من نادي الأهلي دي عنده حاجة كبداية بقى كمان كابتن حشيش نحن مطشطنا في الدورة هنا باللعب الفريق في متزيل الترتيب بالزاب وتحس إنك بتلعب الفريق على كاس العالي أيو صحيح يعني ضافة قدام الأهلي غير القدراتهم وإمكانياتهم ووضوعهم كله بستنفر الهمم قدام النادي الأهلي لأن النادي الأهلي هم عارفين مين النادي الأهلي والنادي الأهلي بدأ الموسم بحمل كبير من البطولات السنة اللي فاتت دي مدياله عبء كبير إنك تكمل على نفس المستوى خصوصا دي أول بطولة في موسم جديد فكله طبعا عنده استعداد وكله عنده الدافع إن يبدأ بطولة تتحسب من البداية عشان تحديد الموسم ده كمان مليء بالبطولات يعني أنت داخل بقى على دوري وداخل أنت صاحب اللقب في الدوري وداخل على كاس عالم الأندية يعني عندك بطولات كثيرة جدا جدا فأنت برضو بداية المشاربة تبقى مهمة بالضبط تطلع على الأولانية حطورة المباراة زي بقولك إن هي مباراة بطولة مظبوط ما فيهاش استنى نعوض بقى في المباراة التانية دي دايما مهما كان شكل أو حجم أو أسماء المتنفسين 50-50 على طول أو قوتك 50-50 وبيبقى فيها نوع من الحرص مفاش المجازفة لأن المباراة دي زي ما بقولوا بتتخطف فأكيد ده بيعمل حسابات للعيبة والمدرب إنه فيه بعض الحرص طبعا في البداية إما يشوف الفريد اللي قدام لأنه برضو هو مش هيبص الاتحاد العاصمة قبل كده لأن الاتحاد العاصمة ممشي حوالي 12 لعيب 14 لعيب وجاب حوالي 13 فرقة جديدة يعني فرقة جديدة فأنت متقدرش تحكم عليهم من قبل كده أنت بتكلم على مجهول برضو بالنسبة لك هل الجديد ده اللي هو انتدبه أو دعم به هل كويس على مستوى اللي فات ولا أقل وفي نفس الوقت لو حتى كده أو كده هل هيدي نوع من الانسجام مضوع التغيير كتير قوي في الفرقة لأن أنت بتكلم على 13 واحد جايبهم أو 14 واحد جايبهم طيب أنت أكيد منهم على الأقل مثلا أنت ماني حيلعبوا لأن أنت مدعم عشان ما تلعبش أي أكيد طبعا فدي برضو هل هتدي نوع من عدم الانسجام أو هتدي حافظ مجيل فني لإحترامه طبعا يعني السجل وفي كرة القدم في شمال أفريقيا في المغرب وفي تونس وفي الجزائر ويعرف يرى المباريات يعرف يرى ويعرف يكسب بطول بالظبط كده وكسبان السوبر اللي فات على حساب الوداد والوداد كان يشارك في السوبر الأفريقي وهو بطل دوري أبلاغ بالتالي هو مدرب لي احترامه عنده واضح عنده خبراته هيعرف على الأقل يتعبك يعني مباراة مش هتبقى وبعدين شاف النادي الأهلي بقى أكتر من بطولة فحفظين هم النادي الأهلي وقوام النادي الأهلي الأساسي هو اللي موجود باستثناء الثلاث لعبة الجداد وهل هيبدأ بيهم ولا ما يبدأش بيهم ولا هسيبهم يعني في الدكة تبقى دكة قوية جدا ممكن تنزل تغير مجرات المباراة يعني ممكن كون المباراة بتتلعب في السعودية دي تدخل في حسابات كولر بما أنه هيروح السعودية بعد شهرين ثلاثة يلعب كاس العالم هو أحمد مش هيبص في الكاس العالم خالص مش هيبص في الكاس العالم هو مفيش في دماغه لا بس هو عارف أنه الأشقاء هناك أكيد أكيد بس أنت بتتكلم على فرق في وقت وما تعرفش برضه هو هيعمليه كولر يعني مش هيحط في اعتباره أنه مثلا ما يلعبش ناس عشان يبقى يحتفظ بمنوع من السرية لا كده لأنه أكيد من بعد الماتش هيلعبوا في سوبر ليج وهيلعبوا في دوري أبطال أكتر من مقابلة فطبعا لا لو هو الناس جاهزة كلها تلعب طيب تعال نشوف الأرقام بتاعة اتحاد العاصمة الجزائري طبعا اللي هيواجه الآلي فيه دوري الأبطال سوبر أفريقيا يوم الجمعة اللي جاية طيب نشوف معدل تسجيل واستقبال الأهداف يعني على مدارة 90 دقيقة أفضل أوقات فيها نشاط هجومي وفعالية هجومية بالنسبة طيب الاستقبال الأول عشان يبقى فايل كويس زي ما بيقولولي إن شاء الله المباراة يستقبلوا فيها وما يسجلوش ده معدل استقبالهم للأهداف كابتن حشيش فيه صلبة دفعية في أول تلت ساعة تقريبا أو خلينا نقول في أول نص ساعة من عمر المباراة تقريبا تقريبا أو نص ساعة بيستقبلوا فيها 10% بس الأهداف بمناسبة هم أرقمهم دفعيا وهجوميا في بطولة الكونفدرالي السنة اللي فاتت مميزة بس كابتن حشيش قال لنا الفرقة اللي هتقابلنا غير فبالتالي من أقدرش نقيس على النصح اللي فاتت في الجزء الأخير من الشوت الأول فيه معدل استقبال عالي شوية 17% لكن معدل استقبال الأعلى على الإطلاق في الربع ساعة الأول من الشوت التاني أو 20 دقيقة ربع ساعة التاني من الشوت التاني ربع ساعة التاني من الشوت التاني بالضبط ده استقباله فيه تقريبا تلت الأهداف اللي دخلت شبكه واضح أنهما الجزء الأخير من الشوت الأولاني التركيز بيقع شوية اللياقة ولا اللياقة دي تحقل لا لسه اللياقة الشوت التاني إنما الأخير ربع ساعة ممكن يكون خلاص يعني التركيز بيروح شوية كده بيبدأوا متحمسين والتركيز وكده وبعد كده التركيز بيقل شوية طيب معدل تسجيلهم للأهداف طيب خلينا ناخد الأول ده ترتابهم في الدوري السنة اللي فاتت النسخة اللي هم خدوا فيها بطولة الكونفدرالية دي أرقامهم في الدوري الجزائري زي ما احنا شايفين شباب شباب نزداد في المركز الأول شباب كونسطنطيني مركز ثاني ثم بقى شباب الصورة وفق السطيف يعني بقيت الأندية بيجي اتحاد العصمة في المركز الاثناشر في ترتيب الدوري لعب تلاتين مباراة فاز في لا دي واحد وتلاتين واحد وتلاتين نقطة اعتقد واربعين نقطة حققهم على مدار الدوري وسجل واحد وتلاتين واستقبل تلاتين هدف دي كتأرقام مرغم كده بطل كونفدرالية يعني طبعا الترتيب متأخر قوي يعني ما يدلش على قوة الفريق ممكن يبقى فيه ظروف في بطول في بقاندية بتجيد جدا التركيز في بطولة واحدة على مدار الموسم تراهن عليها ممكن ياخد مثلا بطولة زي بطولة الدوري السعودية عنها احتكاك تحضير لكن تركيز الفريق كله بيبقى على طب ده معدل تسجيلهم من الاهداف كابتن حاسيش يعني تقريبا متأسمة بالتواسي بالتساوي متأسمة بالتساوي على مدار عمر المباراة كل عشر دقائق تقريبا بيسجلوا عشرة في المية من اهدافهم بالستثناء طبعا اعلى معدل بيبقى في نهاية الشوط الاول وبداية الشوط التالي بالزبط بالزبط يعني برضو هما بيستهزين ازاي ما هو يعني ما بيركزوش في موضوع الدفاع في اخر عشر دقائق في الشوط الاولاني لا بيسجلوا فيه وده هو يمكن ده تفسير لان هو اخر ربع ساعة في الشوط الاولاني الدفاع ما بيكونش كواس ويمركزين على ان هما يخطفوا هدف قبل الاستراح ده التفسير بتاعه يعني ويمكن هما كمان عندهم حاجة في الدولة الجزائري شوية ممكن معرفش تبقى تبقى نقطة مش عارف انت بقى تحكم نقطة ضعفة نقطة قوة اغلب المطشاط اللي في الجزائري تتعب من الانجيل الصناعي تتعب الفريق شوية او دايما متعود على اكيد طبعا سرعة الكرة بتتغير باند الكرة بيتغير طبعا هي بتتعب بس طبعا اللي متعود عليها لان هو معظم الملعب بتاعتهم كده فأكيد اللعبة من صغرها متعودة على النجيل الصناعي انما احنا العكس احنا متعودين على النجيل الطبيعة فاللي بيجي نلعب على صناعي طبعا احساس الكرة بيختلف في الكرة بتيجي على النجيل الطبيعي بتمشي عادي الصناعي يعني الطبط تبقى عالية شوية يعني عزة احساس من العين في سنسة مختلف في سنسة مختلف طبعا طيب نتمنى التوفين طبعا ومن بكرة نتبع حضراتكم رحلة الاهلي في السعودية ان شاء الله وصورا لمعاد المباراة يوم الجمعة خلينا ناخد رأيك في قرعة الدوري مبارح اجمالا شفت شايف انه في مقدمات لنسخة جديدة من الدوري المصري للفرق اللي هي بتنافس هتقابل بعضها في اول اسبوع بدري بدري فالدورة يعني ده حيدي نوع من المنفسة القوية من البداية لان طبعا اللي هيخسر فيهم هيبتدي طبعا ايه يعني هيبقى شدد من اول دي مش هيمش براحته مع فرق ضعيفة ويجمع نقطه بتعلق ده من البداية هتبقى قوية بالذات اللي بينافس هيلحق نفسه من البداية شكل المنافسة والمركاتو اللي حصل من الأندية المصرية يقول لك ان شكل المنافسة ممكن يتغير على مستوى المربع الدهبي مش لازم اقول المنافسة على اللقب لكن على اساس بشرط واحد ان المحصدش بقى زي اللي بيحصل كل سنة اللي هي القافة بتاع الدور المصري تغيير الأجهزة الفنية يعني الناس يا جماعة مجالس إدارات تهدى شوية على الفرقة بتاعتها لان مش عيب اننا ابدأ بتعصر شوية نتيجة لعدم توفيق وانت فاكر يا كابتن حشيش المجالس الإدارة اللي بتغيير أجهزة فنية بتبقى على قناعة ان القرار ده صح ده اوقات كتير جدا بيبقى كبش فدى يعني اذا كان شاف انه سوء النتائج وحالة غضب بذات اللي عندها الجماهرية اقول لك طب دي المجالس الضعيفة هي دي المجالس الضعيفة لان انا لو بصيت للجمهور بتاعي وخدت قراراتي منه لان القرارات الجمهور بيبقى حاسب في اتجاه واحد عايز فريد تكسب انما الراجل اللي قاعد في مجلس الإدارة ده عنده أبعاد تانية المفروض يكون عارفها وجوه الموضوع عارف الوضع ايه صحيح وانت بتحمل المسؤولية قرارك اما انت كنت صحب قرار في انك انت تختار الجهاز الفني ده وبالتالي رجوعك عن القرار ده مع انك خدت قرار خطأ ده ده بيديك نوع ان الناس تقول مش واسقة فيك بقى اللي انت اخترت غلط بقى اللي انت اخترت ليه ده يعني حتى وان فشل في اول مباراة نتيجة اي ظروف لازم ابقى معاه عشان اأكد ان انا صح انا قراري صح وبتدي ادي له فرصة بس شوية انما على فكرة التغيير مش هيقدي للأفضل لان التغيير ده بالعكس ده ممكن يكعب للدنيا زياد ان انت جيب واحد جديد اه بيجيب واحد جديد مقتنع بالعيبة مش مقتنع بالعيبة فهي اللي كان بيلعبه هيقعادهم هتزعل اخلق لك مشاكل كتيرة جدا التغيير مش هو لك اصحنة من غير دم جديد عشان بس العملية تمشي لا مفيش كلام من ده حاجات دي يا جماعة على اساس علمي سواء الاختيار سواء الاستمرار انما مشوفش كده بره خالص يعني مشوفناش كده ده في مدربين بتقعد سنتين وثلاثة متاخدش بطولات فأندية كبيرة هناك وبيستمروا اقوى أندية عملت مركاتو من وجهة نظرك النادي الاهلي انا شايف عمل مركاتو اصلا هي الموضوع مش بالكامل برضا يعني الموضوع انت جايب مين ولعيبة عملة ايه طب افضل انا انا في رأيي حياة كمان افضل ندي بعد الاهلي بيرامدز بيرامدز عمل طبعا اه جايب لعيبة كتيرة بس بيرامدز له وضع تاني بيفتقد حاجات كتيرة للبطولة من اهمها هي الجمهور الكبير اللي بيدعم وبيسند وما بلعبش براحته مش حد في النادي الاهلي بلعب براحته دائما تحت ضغط المربع دهبي هو نفس المربع دهبي الموسم الأخير ولا ترشح أسماء انها تكون موجودة فيه والله طبعا انا النادي الزمالك طبعا بعد الفترة اللي هي اللي فاتت الكبيرة دي اللي عانى فيها كتير والانتخابات بقى اللي جاية والاستقرار وحل المشاكل مرتبطة بحل المشاكل بتاع نادي الزمالك نتمنى حيبقى نادي الزمالك هو نادي الزمالك من الاندية الكبيرة والمعادلة في معادلة الكرة المصرية بدون نادي الزمالك في حالته الطبيعية هيبقى فيه خلل هيبقى فيه خلل كبير جدا وليوم من مصلحة على فكرة حتى احنا كأهلوية ومش مصلحة منتخب مصر ومش من مصلحة الأهلي ومش من مصلحة الاندية الكبيرة ومش من مصلحة منتخب مصر أن الزمالك يبعد. لأن أنا حابب كأهلي أن يبقى فيه نادي ينفسني بقوة عشان أنا مريحش. أنا لو راحت وفرقت عن الفرق الثانية بحاجاتي يبقى مش هرتقي بمستويع. وهتفقد البطولة طعمها وعونقها وده شيء أعتقد أن إحنا كلنا ما نتمنيوش. بشكرك شكرا جزيلا. يعني إن شاء الله اللقاء اللي جاي ما يكونش بعيد وإن شاء الله نكون بنهني نفسنا ونهني بعض بأول بطولة وأول لقب للأهل. بس إجمالا أنا أعتقد أنه جمعين نادي الأهل الأهلي متفقلة جدا ومستبشرها خير من المسلمين. إن شاء الله وإنحنا بنلعب في مكان برضو يعتبر نادي الأهل لأن الجمهور إن شاء الله أنا متعشم وإنها هكون أغلب المدرجات هتابع نادي الأهلي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. كل التعفيل فريقنا زي ما قلت لكم بكرة إن شاء الله نبدأ بقى فعليا اللمسات الأخيرة وانتبع معاكم في حلقة بكرة من السادسة. أول أيام تدريف سعودية استعدادا لمبارات اتحاد العاصمة. بشكر نجم الكبير كابتن محمد حشيش. بشكركم على المتابعة. تحياتي لكم.